معظمكم استيقظ اليوم فتح إنستجرام تفاجأ أن كل الناس وضعت صورتها قبل عشر سنوات سوى صورتها الآن ذهب إلى فيسبوك كذلك الناس فعلت قبل وبعد أيضا في تويتر ما القصة وما المناسبة إنه تحدي العشر سنوات تحدي العشر سنوات حقق تفاعلا كبيرا خلال هذه الأربع والعشرين ساعة الماضية منهم من سخر ومنهم من استخدم القضية لصالحه مثلا هاتان صورتان نشرهما أندرو وهو أحد المغردين لتحذير من مخاطر التغير المناخي الصورة لأحد الأنهار منذ عشر سنوات وأخرى الآن بعد أن جف تماما في نفس الموقع ونشر أيضا هذه الصورة لأحد الجبال التي كانت تغطيها الثلوج منذ عشر سنوات وكيف أن الثلوج دابت وتحولت إلى بحيرة صغيرة نتيجة لارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية أما أحمد طلب فقد نشر الفارق بين سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار كما نرى هنا في عام 2009 كان 5.63 جنيه للدولار الواحد ومع مرور عشر سنوات أي في عام 2019 أصبح 17.95 جنيه للدولار أما رولا خليفة فنشرت صورة لمحفظة من النقود هذه المحفظة كانت خالية من النقود تماما في عام 2009 وما زالت كذلك في عام 2019 محمد الشريف ضاب السعود سابق أصيب في حادث منذ سنوات وكان هذه صورته منذ عشر سنوات وهو الآن يعمل مدربا للتحفيز والإلهام قام بنشر هذه الصورة قبل عشر سنوات والآن وكتب عشر سنوات غيرت في الكثير المغردون أيضا جمعوا صور المشاهير لنشرها من بينهم صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كيف كان قبل عشر سنوات لا يختلف كثيرا عن الآن لكن الغرافة كانت موضة في تلك الأيام الكوميديا كانت حاضرة وبقوة في هذا التحدي لنرى مثلا ما قالته هالا فين يوم صورتي من عشر سنين فهذه الصورة التي تدرج فيها الصورة لشخصية الليمبي الكوميديا أما مهاب عادل يقول أفضل صورة في تحدي العشر سنوات وأدرجها هنا هي صورة الشخصية الدرامية عبد الغفور البرعي وخلف صورته في أولى حلقات المسلسل يقول ديفانج راجور لكل الأطفال ذو التسع سنوات الذين لن يستطيعوا المشاركة في التحدي العشر سنوات هذه لكم جميعا استمتعوا ماذا خبأ لهم كنتم نطفة كنتم هكذا أما أبورفا يقول أكثر تحول موجع للقلوب في تحدي العشر سنوات هو هذا وأدرجت هذه الصورة لتوم جيري عندما أصبح عجوزا وتوم أصبح عجوزا وجيري أزي أيضا أصبح عجوزا هاشتاك تحدي العشر سنوات تم تداوله على انستجرام فقط أكثر من مليون ونصف المليون مرة أما هذه هي صورة للتحدي من قبل القط فشفاش ذو العشر سنوات القط طبعا هو لزميلتنا جنايبولوس هي معدة هذا البرنامج من فريق الأعداد هذه هي صورته وهو صغير كان هذا وبعد أن غذته بعشر سنوات أصبح كذلك أما لمن لديه الفضول لمعرفة كيف كنت أبدو قبل عشر سنوات فعليه الدخول إلى حسابي على الانستجرام أحمد أندرسكور فاخوري أندرسكور أوفيشال على انستجرام ربما سألسق هذه الصورة الفضائحية مشاهدين طبعا لا تريدون رؤية حسابي لكن هناك حساب مهم أيضا هو حساب البي بي سي على الانستجرام ليس فقط على يوتيوب إنما على انستجرام تي في جي آي الذي يمكنكم أن تضغطوا على هذه الأيقونة برفق ثم تنسدل لكم هذه اللائحة فترون هنا كل الحلقات التي سنعرضها لكم اكتبوا بي بي سي ستظهروا لكم هذه القائمة اختاروا منها العربي واستمتعوا بحلقات تريندين كلها من هنا تضغطون وتخرجوا لكم أيضا هذه الحلقة لحقوا أنفسكم لأني سأكون معكم غدا قبل نصف ساعة من الآن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر